موسيقى بالنسبة للمكونات سهلة و بسيطة نضيف كبهات شوفين و نضيف كبهات دقيق متعدد البستردامات و نضيف بيضة واحدة و نضيف كبهات و نضيف كيس فانيليا و نضيف ثلاث تربع كبهات سكر يفضل انه يكون سكر ناعم خالص و نضيف ثلاث تربع كبهات زيت أو زبدة كما تحبوا و نضيف كمبودر و نضيف كمية قليلة قوية و نضيف نصف معلقة صغيرة و هنقلب بقى المكونات دي كلها ما بعديها لحد ما تبقى متى جمسة طبعا ممكن تقلبيها بالمعلقة أو لو عندك مبرق تقلبيها بالمعلقة و هنقلب كنا. و دي كله و نضيف بكم تقليل و نضيف بكم و نبدأ بقى نعملها بشكل البسكوت بسكوت لفترة أطول سوف نقوم بكور سوف نقوم بسكوية دورية سوف ندخل الفرن سخنة قبلها وعلى درجة حرارة 180 سوف نقوم بسكوية دورية سوف نقوم بسكوية سوف نقوم بسكوية ازاي ما انتو شايفين طبعا انا اسمت الواحدة اتنين لانه بيفرش فالكعكة بتكبر فانت بتعملي الكعكة صغيرة لو انت عايزايا يكون صغير او تقسميه بالنص زي ما احنا شايفين كده بالمناسبة هو في الفرن لما بيتحمر كده من الجناب بتطفي عليه وبعد كده بيصفر كده بتسبيه في النار طبعا بيبقى طريق بعد كده هو بينشف زي ما احنا شايفين كده بيبقى عامل زي الباسكوت السادق بينشف بعد ما بتطفي عليه لكن اللي انت بتطفي عليه بيكون طري من فوق كده وهو محمر من الجناب كده طبعا لو انت مش عايزاه احمر قوي بتطفي عليه اول ما يصفر بس ودي طريقته اتمنى انها تكون عجبتكم ولو اعجبتكم لايك وشيل الفيديو لصحابكم وعلشان يستفيدوا زيكم وقابلكم ان شاء الله في وصفة جديدة من وصفتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته